نعم هي النصيحة لنمدها خاصة للأزواج الوالدين أنه هذا الغياب ترك مقر الأسرة بدون سبب جدي وبالتخلي عن الواجبات الإنفق يضر بالدرجة الأولى الأبناء هذا الإنسان اللي يغيب على دوره شهري ما ينفقش من راح يعيش أولده؟ من راح يعيش؟ إذن حذاري مثل هذه الأفعال يعاقب عليها قانون العقوبات النصيحة الأخرى المشرع يتكلم على الزوج الذي يغادر يترك زوجته ولم يتكلم عن الزوجة التي تترك زوجها فحب ذلو أن المشرع الجزائري ينتبه لهذه المسألة ويعدل في الفقرة الثانية نعم المادة 330 الفقرة الثانية يعدلها يقول أحد الزوجين الذي يترك الزوج الآخر والآن أنت دفعت على الأزواج دفع فيه زوجها أنا أردتكم حقكم أسيدي بش ما تقولوش بالطبع شكرا لك